أعزائي المشاهدين الكرام يسرني مرة أخرى أن ألتقي بكم على أن أقدم لكم عظة جديدة وهي بعنوان غريب بعض الشيء عنوانها أهم خمسة أيام في العمر والقراءة المقدسة لهذا الموضوع هو من إنجيل متأ الصح 28 والأعداد من 16 إلى 20 يقول وأما الإحدى عشر تنميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وأنا معكم كل الأيام وإلى إنقضاء الدهر أيام يشمل العمر كله يقول القديس يعقوب حياتكم كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل هذا هو العمر بخار يظهر قليلا ثم يضمحل سبعون سنة حياتنا مع القوة 80 وأفخرها تعب وبلي إذن ماذا يمكن لنا أن نهتم بهذا العمر الذي هو كبخار يظهر قليلا ثم يضمحل وماذا يمكن أن نهتم بحياتنا التي هي سبعين سنة مع القوة 80 وأفخرها أعظمها تعب وبلي أهم خمسة أيام بالعمر أحبائي بنعمة المسيح أردت أن أتكلم عن هذه الأيام الخمسة وليتنا نهتم بهم بل أن نحفظهم ونقوم بهم دائما على أنهم هم الأيام الخمسة ليس عيد ميلادي أو عيد زواجي ليس تخرجي ليس عملي يعني أن أحصل على عمل ليس عيد ميلاد ابني ليس كل هذه الأمور التي قد يظن الواحد أنها من ضمن الخمسة أيام ولا هذا ولا تلك بل هي أيام شاملة للعمر كله أول يوم في أيام الخمسة أيام التي أعتبرها من أهم أيام العمر أول يوم من الأيام المهمة الخمسة أيام أهم أيام العمر هو اسمه اليوم المفقود اليوم المفقود ما معنى اليوم المفقود؟ اليوم الذي فقدته وهو يوم الأمس الذي فقدته بخيره وبشره وهو يوم عظيم جدا لماذا؟ لأنه يمضي دون استئذان منك يعني اليوم المفقود ما بيقولك أنا ماشي وتسمح لي أمشي أو ما أمشي لا إذا كنت غني أو فقير كنت جاهل أو متعلم إذا كنت محكوم أو حاكم هو يتركك دون استئذان منك لهذا اليوم هو اليوم المفقود وطبعا إحنا بنفق 24 ساعة كلنا هذا شيء مهم يعني طبيعي جدا أنه كل مننا يخسر من عمره 24 ساعة والكتاب يقول عينت لي أجلا فلا أتجاوز فهذا اليوم مهم لأنه مفقود من حياتك لأنه يخصم من ضمن عمرك إذن هذا اليوم يمضي دون استئذان أهميته أنه ما بيستئذن منك بيتركك كيفما أنت كنت حاكم أو محكوم عظيم أو متواضع إذن هو يوم عظيم نفقد في 24 ساعة وهذا فقدان جزئي وسميه بالفقدان الجزئي يعني كلنا بنفقد 24 ساعة لكن هذا اليوم يوم عظيم جدا مش لأن إحنا فقدنا بس 24 ساعة من عمرنا ومضى دون استئذان بل لأننا فقدنا أشياء كثيرة فيه فقدنا فيه ابتسامتنا كان ممكن إنبارح أنا أبتسم لكن ما ابتسمت ضليتني مكشر وضليتني يعني لا أسمح لنفسي أن أبتسم إذن فقدت ابتسامتي كان فيه إنسان ممكن أزوره مريض وما زرته فمات إذن عملاء الرحمة اللي كان ممكن أعملها انتهت دون ما أعملها إنسان فقير كان ممكن أساعده ومضى في حال سبيله إنسان قد أخطى في حقي وكان ممكن أسامحه وسافر بعيد ولم نتق ربما لا نتق ثانية إذن هذا الفقدان عظيم جدا اليوم المفقود عظيم لأنك بتفقد فيه 24 ساعة من عمرك تنخصم من عمرك وبتفقد فيه أشياء طيبة كان يمكن أن تحدث ولم تحدث سواء ابتسامتك أو غفرانك أو كلمة تشجيع كان يمكن أو زيارة طيبة كان ممكن تزورها فقدتها وأنت لم تفعلها إذن كان ممكن تساعد فقير أنت لم تساعده ممكن أن تبتسم في وجه إنسان غير حزين ولم تبتسم في وجهه حتى يسترد ابتسامته كان ممكن أن تزور إنسان مريض ولم تزوره والآن هو قد توفاه الله ولن تقابله إلى الأبد إذن هذا هو اليوم المفقود يوم عظيم يا ليتنا لا نفقد الأشياء العظيمة التي يجب أن نفعلها بل فقط أن نفقد الأربعة وعشرين ساعة إذن أهم يوم في حياتك أنت تسميه وأنا أسميه اليوم المفقود لأنه بنفقده بنفقد الأربعة وعشرين ساعة وبنفقد أعمال الخير وأعمال السلامة وأعمال التشجيع وأعمال المحبة التي يمكن أن نعملها واليوم الثاني أحبائي الذي يمكن أن يكون يوما عظيما في حياتنا بل هو من أهم الأيام التي نحن قد نفقدها هو اسمه اليوم المشهود ورحضوا الكلمات اليوم المفقود اليوم المشهود وما هذا هو اليوم المشهود هو اليوم الذي تشاهد فيه الحياة وهو اليوم الحالي اليوم الذي تعيشه ليس الأمس بل هو اليوم الذي تحياه الآن الذي تعيشه بكل ما فيه من خير ومن شر وتذكر عزيز المشاهد أن ما تشاهده 85% يؤثر فيك فأنظر أنظر إلى الأشياء الطيبة التي تشاهدها أنظر إلى النجوم ولا تنظر إلى أنظر إلى فوق للنجوم ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب يسوع لا تنظر إلى وحدكم الآخر لألا تفشلوا لا تنظر إلى وحدكم الآخر لألا تفشلوا والرب عطانا هذا اليوم اليوم المشهود حتى يعوضنا عن اليوم المفقود فمن مراحم الرب أنه عطانا يوم جديد ونشكر الرب من أجل كل عطية صالحة من السماء هذا اليوم هو فرصة ليك فرصة ليك لماذا؟ لكي تصحح ما مضى الأشياء النواقص اللي في اليوم المفقود تصححها في اليوم المشهود لكن للأسف ربنا بدينا يوم جديد ولازم نصحح اليوم المفقود في اليوم المشهود إذا حد ما زرتوش أرجع أزوره واحد ما سابتسمتلوش يرجع أبتسمله وأشجعه واحد أخطأ فيه وما غفرتله أرجع في اليوم المشهود أغفرله كل الأشياء الخيرة اللي أنا أهملتها في اليوم المفقود أرجع أعملها فرصة لليوم المشهود وهنا أحبائي أقول لك قل لي ماذا تشاهد أقول لك من أنت فأنت حقيقا ماذا تشاهد ماذا تقع عينيك هل تقع عينيك على نص الكاس المليان فتشكر الله وتمجد اسمه أو نص الكاس الفاضي وتبتدت الذمر وتبتعد عن الله إذن أين تنظر هو شيء مهم ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب يسوح فاليوم المشهود يجب أن تشاهد فيه عمل الخير لا تشاهد فيه فقط التلفزيون والإنترنت والموبايلات والأشياء هاي بل أن تشاهد الكنيسة وتشاهد الإنجيل وتشاهد كلمة الرب وتشاهد كل عمل صالح وحتى يمكن لنا أن يكون هذا اليوم يوما عظيما هل تشاهد الخير في الناس وتشكرهم أو تشاهد الشر أو النواقص وتبتدت الذمر عليهم وتنتقدهم قل لماذا تشاهد فاليوم المشهود هو يوم عظيم ومن أهم الأيام الخمسة في الحياة الطبيعية التي نحن نحياها لا تنظروا إلى واحدكم الآخر بل أنظروا إلى رئيس الإيمان ومكملوا الرب يسوع يقول الكتاب خبزنا كفافنا أعطنا اليوم خبزنا كفافنا أعطنا اليوم في اليوم المشهود فلنتعلم في اليوم المشهود أن نشكر الله أن نقدم لله شكر قلوبنا بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يكللك بالرحمة والرأفة في تجدد مثل النسر شبابك فليأكل اليوم المشهود هو تعويض عن اليوم المفقود أن نشكر الله أن نشجع واحدنا الآخر أن ننظر إلى المسكين وأن نتراهف على المسكين أيضا وأن نبتسم في وجه البائس حتى يسترجع سعادته مرة أخرى فنعمل ما هو خير في هذا اليوم المشهود لأن اليوم أعطانا الله هذا اليوم لكي نعوض عما فقدناه في اليوم المفقود اليوم الثالث هو وما يسمى باليوم المورود وهذا اليوم المورود هو يوم عجيب بمعنى أن الناس شو بيعملوا منه بينهموا منه ما بيهتموا فيه ما هو اليوم المورود هو يوم الغد بعد ما أخذنا الأنس وأخذنا اليوم نأخذ الغد من ضمن الأيام المشهود لها أو الأيام المهمة في حياتنا أهم خمسة أيام هو اليوم المورود ولاحظوا المفقود المشهود المورود كلهم على وزن واحد إذن حتى لسهولة أن نحن نتعلم اليوم المورود هذا اليوم نحن ننهم فيه مع أنه قد لا يأتي قد لا يأتي إلينا لكن ننهم فيه أكثر مما نهتم فيه أعزائي المشاهدين الكرام فاصل ونواصل فابقوا معنا أعزائي المشاهدين الكرام تكلمنا في الجزء الأول من العضة عن اليوم المفقود واليوم المشهود والآن نكمل باليوم المورود وكما قلنا أن اليوم المورود هو يوم الغد وأن اليوم المورود الناس بيغلطوا فيه غلطتين بدل ما يهتموا فيه ما بيهتموا لكن بينهموا منه وده غلط المفروض نهتم بدل ما ننهم والكتاب المقدس يقول أن المؤمن لا ينهم باليوم المورود لأن اليوم المورود هيمر على المسيح قبل ما يجيه اليوم المورود هيمر على الله قبل ما يجيني فأنا لا أستلم اليوم المورود كما هو بل أنه يمر على الله وأنا أستلمنا الله وعلينا أن نصلي من أجل هذا اليوم المورود أن يكون يوما فيه سعادة ويوما في نجاح ويوما في قرب من الله الكتاب يقول سلم للرب طريقك وهو يجري فبدل ما ننهم باليوم المورود بل يجب أن نهتم ويجب أن نسلم طريقنا إلى الرب إذن علينا أن نهتم وأن نخطط لليوم المورود لا نترك هباء بل أن نخطط لي لكن مش لجارة ننهم علينا أن نهتم ولكن ليس إلى درجة أن ننهم والمسيح قال كما قرأنا في القراءة المقدسة هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر هأنا معكم في اليوم المفقود كما كنت وفي اليوم المشهود وفي اليوم المورود هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر وكما يقولون اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ولا آخرتك كأنك تموت غدا فإحنا ما ننهم لأن اليوم ممكن ما يمرش علي يمكن الرب يفتقدني وميمرش علي هذا اليوم فلماذا أنهم فيه هو بعده مش جاي لماذا أنهم فيه وأنا مؤمن بالله أنه قادر أن يستلم هذا اليوم ويسلمني إياه من يديه المباركتين استعد للقاء إلهك يجب أن نكون مستعدين لليوم المورود نستعدين بالتخطيط ومستعدين لملاقاة الرب على سحاب المجد إذن استعد للقاء إلهك إن هذا اليوم المورود هو من صنع اليوم المفقود ومن صنع اليوم المشهود فأنا غالبا بعمل على شكلية اليوم المورود كيف سيكون لأنه سيكون من ضمن اليوم المشهود ومن ضمن اليوم المفقود فعلي أن أهتم فيه لا أن أنهم منه هو اليوم المورود اليوم الرابع الذي يجب أن نهتم فيه أعزائي المشاهدين الكرام هو اليوم الموعود اليوم الموعود والحقيقة نحن نهتم بكل شيء تقريبا ونخطط لكل شيء ونعمل لكل شيء ترتيب ولكل شيء نظام وتخطيط لكن على اليوم الموعود ما بنخطط ما هو هذا اليوم الموعود هو يوم الأجل هو يوم الممات يوم موعدك مع الله عينت لي أجلا فلا أتجاوز فاليوم الموعود هو يوم الأجل هل أنت مستعد هل من تستعد لذلك اليوم الممعود يوم الأجل يوم الممات حيث لا ينفع مال ولا ينفع بنون هو آخر يوم في حياتك هو يوم الموعود إذن فلنهتم بأيامنا سواء المفقود أو المشهود أو المورود أو الموعود نهتم بهذه الأيام العظيمة الأيام الخمسة التي أنا أسميها من أهم خمسة أيام في العمر نهتم بكل يوم لأنه كل يوم إلي عظمته وإلي حقه استعد للقاء إلهك الآية بتقول استعد للقاء إلهك فلا أنت مستعد للقاء إلهك في ذلك اليوم العظيم الذي سوف يأتي ويصادفهم ذلك اليوم بغتة إذن علينا كمؤمنين أن نعرف أن هذا اليوم قد يأتي قد يأتي في اليوم المشهود وقد يأتي في اليوم المورود لا نعلم لا نعلم ولكن علينا أن نكون مستعدين لملاقات الله لملاقات الله إذن علينا أن نستعد للقاء إلهك يا مؤمن استعد للقاء إلهك يا إسرائيل أو يا مؤمن إن هذا اليوم سيأتينا إن آجلا أو عاجلا وعلينا أن نكون مساعدين لمقابلته نعمل كل شيء لكل شيء تحت السماء وقت لكل شيء حساب ما عدا اليوم الموعود بنترك للصدفة وإذا صادفنا ذلك اليوم بغتة ماذا سيكون؟ إذا صادفنا ونحن غير تأبين إذا صادفنا ونحن غير مؤمنين إذا صادفنا ونحن غير مسلمين أمورنا الله إذا صادفنا ونحن لم نكرس حياتنا للرب إذا هذا اليوم لا يجب أن يصادفنا بغتة بل أن نكون جاهزين ومستعدين لذلك اليوم وأن نقول اطلق يا رب عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرتاء خلاصك إن لم تفسر خلاص الرب لا تستطيع أن تقول اطلق يا رب عبدك بسلام كما قال سمعان الشيخ باطل الأبطيل الكل باطل وقبض الريح وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وبالنهاية خسر نفسه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وبالنهاية خسر نفسه إذن يأتينا يوم آخر هو أيضا يبدأ في مجمل كيوم ولكنه يستمر فيما بعد وهذا اليوم يسميه أنا اليوم الممدود هو صحيح يوم لكنه يوم سوف يمتد يبدأ يوما بيوم ولكنه يمتد إلى ما لا نهايه اليوم الممدود يمتد إلى الأبد مع المسيح والسؤال هنا أعزاء المشاهدين هل سنبيع آخرتنا بدنيانا؟ حاشا بل أننا يجب أن نكون مستعدين وأن الحياة الأبدية هي حياة باقية أما الحياة الدنيا فهي فاني وقبض الريح وما ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وبالنهاية خسر نفسه قال المسيح له المجد أنا ذاهب لأعد لكم مكانا وإن ذهبت ومضيت وعددت لكم مكانا آت وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فالمسيح سوف يعد لنا مكانا عظيما في السماء حتى عندما نذهب ونقضي اليوم الممدود الذي يمتد إلى الأبدية مع السماء نكون فرحين بالرب ونقول فرحا أفرح بالرب ومش للواحد يقول لوحده بل يقول ها أنا ذا يا رب والقطيع الذي الصغير الذي أعطي لي غنم مجدك فياليتنا كمؤمنين أعداء المشاهدين الكرام أن نعرف أن هناك خمسة أيام مهمة في العمر هي اليوم المفقود وتشوف شو أنت فقدت فيه يعني اليوم المفقود مش بس الأربعة وعشين ساعة احنا نزعل على الأشياء اللي فقدناها عمل الخير اللي كان ممكن نعمله وإيه لم نعمله نزعل عليه ونحاول نعوضه في اليوم التاني اللي هو اليوم المشهود واليوم المشهود نركز على إيش اللي أنت بتشاهده هل بتشاهد نص الكاس الفاضي أو النص المليان هل بتشاهد الخير وتمدحه أبل تساعد الشر وتنتقده فماذا تشاهد فاليوم المشهود مهم لأنه يغير نظرتنا أن ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب يسوى اليوم المفقود فقدناه وانتهى الأمر وأن لا نبكى عليه أو نحزن عليه لأنه كل ماضي مضى هو ذا الكل قد صار جديدا فالآن نحيا حياة جديدة مع الرب وأن ننسى ماضينا بأخطائنا وبخطيانا وفي نقائصنا ونبدأ مع الرب باليوم المشهود وأيضا أن نحيا حياة جديدة إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة فليكن اليوم المشهود هو صفحة جديدة نكتب فيها أعمال الخير وأعمال البر وأعمال المحبة وأعمال الغفران والتشجيع وما شابه ذلك وأيضا بعد اليوم المفقود علينا أن يكون لنا اليوم المشهود وأيضا اليوم المورود وكما قلنا اليوم المورود من ينهمش فيه نتعلم الدرس ما تنهم لكن اهتم هو عد تعمل العكس إنك تنهم بدون ما تهتم نهتم نخطط ولكن الرب هو اللي يكمل إحنا نعمل والرب الذي يكمل فطبعا به نحيا ونتحرك ونوجد ولكن الرب يريد أن نكمل نعمل الشيء والرب يكمل لنا اليوم المشهود هو اليوم ماذا نشاهد واليوم المورود هو يوم الغد وأن نسلم للرب طريقنا وهو يجري سلم للرب طريقك وهو يجري وهانا معك كل الأيام وإلى انقضاء الدهر هانا معك كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ويعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا والآخرتك كأنك تموت غدا وعندنا اليوم الموعود وهو يوم الأجر وده اللي يجب نكون مستعدين فيه وزي ما قلت احنا مستعد بكل شيء كل كبيرة وصغيرة مستعد الله مع هذا اليوم الموعود فلماذا هذا اليوم يصادفنا بغتة لماذا لا نكون مستعدين لماذا لا نكون على استعداد ونقول اطلق يا رب عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرتاء خلاصة لنكون مستعدين لذلك اليوم تائبين عن خطيانا مؤمنين بالمسيح مستعدين لملاقات الرب على سحاب المجد أن نقول هذا هو إلهنا الذي أتى على السماء ونحن ننتظره ونحن سنكون معه حيث يكون هو أيضا معنا اليوم الموعود وأخيرا كما ذكرت اليوم الممدود هو يوم عظيم جدا يا ليت نتمتع بالعشرة مع الرب أن نكون مع الرب إلى أبد الأبدين هذا اليوم العظيم الذي نترك كل الدنيا وكل ما فيها لكي نكسب آخرتنا لكي نكسب السماء وحيث يكون الرب هو ذهب ليعد لكم مكانا إن ذهبت وعددت لكم مكانا آت أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا فليكن اليوم الممدود بالأبدية الأمينة الأبدية الصادقة العظيمة أن تكون هي من نصيبنا ويكون من نصيبنا الآخرة الصالحة فنكون مستعدين لذلك اليوم الممدود بعد أن نكون مستعدين قبلا باليوم المبعوض اطلق يا رب عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرتها خلاصك فلتكن في حياتنا هذه الأيام الخمسة اليوم المفقود واليوم المشهود واليوم المورود واليوم الموعود وأخيرا هو اليوم الممدود بالحياة الأبدية أعزائي المشاهدين الكرام أود أن نذكركم أن تنظروا على الإيميل الظاهر أمامكم وترسلون إن كان لديكم أي سؤال ونحن مستعدين للإجابة أخيرا رب معكم من الآن وإلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر